كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة اضطرت إلى زيادة أسعار متر الأنفاق والسكك الحديدية لضمان الحفاظ على الخدمة وتخطية تكلفة التشغيل والصيانة وأضف أن تكلفة التشغيل تأتي من التذاكر التي يدفعها المواطن والتي تساهم في ضمان استمرار هذه الخدمة بنفس الجودة إلى مدى زمني بعيد هذا وأوضح أن الاقتصاد يقام بسلاتة مؤشرات وهي التضخم والنمو والبطالة مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معادل نمو وأقل تضخم وأقل نسبة بطالة حتى عام 2021 فالنهاردة لما بنتطر أن نزود أسعار سواء المتر الأنفاق أو السكة الحديد فقط عشان أضمن أن أحافظ على المرفق وأغطي تكلفة التشغيل والصيانة هل الزيادات التي نعملها مؤخرا تغطي تكلفة التشغيل والصيانة؟ لا لأن احنا بقنا تقريبا تلات سنوات لم نقم بزيادات لأن ده كان قرار آخر النهاردة خدناه عشان برضو نخفف من الأعباء على المواطن المصري فبالتالي وأعتقد كل الاقتصاديين عارفين هذا الموضوع عشان تضمن كفاءة واستمرار أداء خدمة معينة لازم على الأقل تغطي تكلفة التشغيل والصيانة أنا أتكلم هنا على تكلفة التشغيل والصيانة اشتركوا في القناة